مئة وعشرون إصابة بمرض اللشمانية أو ما يسمى بحبة بغداد معظم هذه الإصابات سجلت في قضاء الدجل جنوب محافظة صلاح الدين الكوادر الصحية وعلى الرغم من الأمكانات البسيطة المتاحة عملت على تكثيف الجهود ونشر الوعي للحد من خطورة هذا المرض وانتشاره كقطاع للرعاية الصحية الأولية في قضاء الدجل تردنا مئات الحالات من اللشمانيات والتي تعرف باسم حبة بغداد ذبابة الرمل اللي هي ساندفلاي طبعا وصل العدد إلى ما يقارب أكثر من مئة وعشرين حالة لحد الآن كإجراءات أولية نأخذ مسحة في مختبرات القطاع ثم نقوم بمعالجة المصاب بالعلاج اللي طبعا اسمه بنتوستام ثم تقوم وحدة الأمراض الانتقالية بالتحري عن مكان الإصابة ومكافحتها بالمواد الكيميائية اللازمة لذلك ندعو كافة المواطنين بقضاء الدجل خصوصا المرضى المصابين بهذا المرض مراجعة المؤسسات الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكذلك معالجة هذه الحالات لأن جميع الحالات اليوم الموجودة بقضاء الدجل تم علاجها واكتسبة الشفاء التام دائرة صحة صلاح الدين بتوفيرها مادة البنتوستام لمعالجة مرض الليشمانية وكذلك بتوجيه الفرق الجوالة في المناطق التي ظهر فيها المرض تحاول جاهدة السيطرة عليه وأنقاذ ما يمكن أنقاذه وجهنا قسم الصحة العامة وقطاع الدجل لمتابعة هذه الحالات المسجلة كون المرض من الأمراض الانتقالية ويضا وجهنا قسم الصيدلة من أجل توفير العلاج اللازم لهذا المرض اللي هو البنتوستام والحمد لله والشكر الوضع تحت السيطرة لم تسجل عندنا حالات جديدة بالفترة الأخيرة مساعم فقيرة للحد من انتشار هذا المرض قبل تحوله إلى وباء يفتك بحياة المصابين به وظروف معيشية لا تساعد على إيقافه أو الوصول إلى علاجه من صلاح الدين فراس الحسني التغير ترجمة نانسي قنقر